ايضا الشرطة المصرية وزارة الداخلية بتضرب المثل في الانغماس والتعاون والتعاطي مع كل المستجدات يعني عندنا رحلة الحج ومتابعة الحجيج وايضا عندنا عيد الاضحى والتوزيع زي ما حدوك شايفين الدكتور خالد في توزيع للأغزية وتوزيع لواجبات ومحاولة للتواجد يعني التواجد الشرطي مش فقط للتواجد الامني او التواجد الخشن اللي ها كنين نشوفوا زمان فيه تواجد انساني تواجد اجتماعي اشتباك انساني راقي الحقيقة جدا من جهاز الشرطة المصري يعني انا شايف الصورة صورة معبرة جدا جدا اشتباك وحرص من جهاز الشرطة على الالتحام بالشعب وبشرائحه المختلفة الحقيقة ان كان فعلا زي ما حدوك ذكرت في خدمة وتأمين بعثة الحج المصرية وكل الحجاج المصريين في الاراضي المقدسة وايضا هنا في البيوت المصرية البسيطة اللي بنشوفها اهلين اه يعني هذا البعد الطيب يعني الراقي جدا حقيقة من الشرطة المصرية انها تتخذ هذا العيد مناسبة كي يتمد يد العون والتحية والمبركة والتهنئة بحلول عيد الاطحى المبارك بهذه الصور اللي حضرتك بتنشرها وصول لقرانا ولبيوتنا عبر قادة من الجهاز الامن والشرطة المصري الحقيقة ده سلوك حميد للغاوة وسلوك راقي دور اجتماعي كان غايب عننا لجهاز الشرطة وايضا غايب في الدراما بتاعنا يعني الشرطة ضابط الشرطة او رجل الشرطة في الدراما او في المسينو عندنا كان ليه شكل معين داية جدا نمط واحد لكن لا انا بشوف ان ثورة 30 يوني 2013 غيرت غيرت كتير جدا وخلقت جهاز امن جديد محترف انساني اخلاقي يؤمن بسيادة القانون بشكل كامل همه المواطن ما عندوش ازمة ان هو فعلا يصل معاه في كل لحظاته يقدم له التهنية ويقف بجانبه في كل المناسبة دكتور خليد شرفتني وكل سنوات طيب